اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناة اتش تي ام فوتوجرافي النهاردة جيب لكم مفاجأة ارخص خمس كاميرات DSLR كروب فريم وبسعر اقل من 600 دولار الماكسيمم 600 دولار يعني تقريبا في حدود اقل من 10 تلاف جنيه اللي مشتركش في القناة يشترك والمشترك يعمل لايت للفيديو وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم كل جديد وخليكم معي بعد الفاصل هنبدأ نشرح ايه هي الكاميرات دي اهلا وسهلا بكم مرة تانية دلوقتي بالنسبة لأول كاميرا بعانا النهاردة نيكون دي 5300 النيكون دي 5300 انتاج 2014 كاميرا خفيفة في الوزن حجمها صغير كروب فريم كل اللي هتكلم عليه بالنهاردة كروب فريم مش فول فريم اه بتيجي مع عدسة 1855 اه اه 24.2 ميجا بيكسل بتصور اه 5 فريم 30 ساكند 39 نقطة فوكس دي مش موجودة في اي كاميرا تانية من الكاميرات الصغيرة اللي هنقولهم بتصور فول اتش دي فيها مخرج للمايك لو حابب تصور على اليوتيوب او تركب لها مايك خارجي فيها ميزة جميلة جدا ان الشاشة بتاعتها متحركة تقدر تجيبها يمين شمال تقلبها نحيتك تصور بها سيلفي تنفعك جدا وانت بتسجل فيديوهات لليوتيوب هتبقى شايف نفسك وانت بتصور الاي اس او بتاعها من 100 ل 25600 الشوتر سبيد من 30 ثانية ل 12600 سعرها 580 ل 600 دولار ده سعرها طبعا معلش ينظروني في بعض المعلومات بقراها من الايباد لان انا جمعت المعلومات دي مبارح من محلات الكانون والنيكن وكتبت كل الملاحظات على كل كاميرا مزبوطة عشان توصلك معلومة مزبوطة 100% نيجي للكاميرا اللي بعد كده اللي هي الكانون 4000 دي الكانون 4000 دي هي كاميرا برضو صغيرة في الحجم اجنتاج 2018 ولكن فيها حاجة بقى مختلفة ان الشاشة ثابتة ومش تاتش سكرين وبرضو بتصور خمسة فريم بير ساكنز والفوكس بوينتس بتاعتها تسعة مش تسعة وثلاثين تسعة فوكس بوينتس بتصور فول اتش دي فيها واي فاي لنقل الصور من الكاميرا للتليفون حتى الخمسة تلاف وثلاثمية دي الخمسة تلاف وثلاثمية من نيكن فيها واي فاي الآن ايا ايا اياس او بتاعها من مية ل Beautiful 1600 والشوتر سبيد من ثلاثين ثانية لا واحد على اربعة تلاف م Collins مش من تلاثين لأ واحد على اتناشا الف وometers 6600 على اربعة تلاف بس الشوتر سبيد أربعة تلاف واحد على اربعة تلاف مش وحشة كويس مافتكرش انك انت هتعلي اكتر من كده أصلا الا في حالات نادرة جدا جدا فده يعتبر شطر ممتاز سريع كويس مش وحش سعرها 350 دولار دي اقل حاجة 350 دولار دي اقل سعر بس برضو مفيهاش مخرج للمايك يعني مش هتعرف تركب عليها مايك خارجي ولا هتعرف تسجل بيها على اليوتيوب مفيهاش مايك خارجي فبس سعرها 350 دولار ينفع تنفع تبدأ بيها في التصوير الفوتوغرافي وتتعلم بيها التصوير اللي بعد كده تيجي الالفين دي كانون الفين دي نفس الحكاية بالزبط ولكن هي نفس الانتاج سنة الانتاج بتاع 4000 دي سنة 2018 وبرضو الشاشة ثابتة مفيهاش تاتش مفيهاش برضو مايك خارجي و 3 فريم بير ساكند 3 فريم بير ساكند الماكسيمم بتاعها مش خمسة فريم بير ساكند بتصوير فول اتش دي فيديو الشاطر بتاعها من 30 ثانية لواحد على 4000 الاس او من 100 ل 12600 دي سعرها 425 دولار دي ما بتجيش مع عدسة 1855 دي على حسب التاجر بقى في بقى كاميرا من نيكون برضو دي 3500 دي انتاج 2018 ولكن برضو مفيهاش مايك خارجي الشاشة بتاعتها ثابتة مش تاتش مفيهاش واي فاي وفيها بلوتوث بس نقل الصور بقى هيكون هنا بالبلوتوث ضايف مش سريع زي الواي فاي الشاطر بتاعها برضو من 30 ثانية لواحد على 4000 والاس او من 100 ل 25600 بتصوير خمسة فريم بير ساكند وفيها 11 فوكس بوينتز 11 فوكس بوينتز مش هتفرق من 9 ال 11 مش هتفرق لكن هتفرق فين من 39 بتاعت النيكون دي 5300 تسعة وثلاثين فوكس بوينتز طيب ندخل بقى في المفاجأة الحلوة اللي مشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل زرار الجرز عشان يوصلك كل جديد واللي اشترك في القناة يعمل لايك للفيديو نيجي بقى للنقطة المهمة جدا المفاجأة فعلا الحاجة الحلوة والسعر المناسب الكنون دي 200 دي كانون 200 دي زي اللي في الصورة دي الكنون 200 دي انتاج 2017 حاجة معه صغير زي ما انتم شايفين في الصورة وشاشة متحركة وشاشة توتش سكرين وفيها واي فاي وكمان فيها بلوتوث وبتصور 5 فريم بير ساكند وتسعة فوكس بوينتز والشتر بتاعها من 30 ثانية لواحد على 12800 والاي اس او من 100 ل 25600 وفيها مخرج مايك وبتصور فيديو فول اتش دي كلهم بيصوروا فيديو فول اتش دي الميزة بقى المختلفة شوية في الكاميرا دي مش موجودة في اي كاميرا من الكاميرات اللي قلناها ان الفوكس بوينتز بتاعها الفوكس بتاعها اوتو فوكس بتاعها تقدر تدوس على الشاشة باللمس وتعمل فوكس فورا فورا يعني انت دلوقتي مش بتسجل مش بتسجل او مش بتسجل فيديو ومتبصص في لا اعمل على السكرين هتدوس على الحاجة اللي عايز تعمل عليها فوكس الفوكس بيروح عليها فورا حتى وانت بتصور نفسك وبتسجل لنفسك فيديو وقالب الشاشة نحيتك بضغطة بلمسة الشاشة على طول هتعمل فوكس فورا على الوش على طول المكان اللي انت حددته فدي طوب دي مواصفات طوب وسعرها ربعمية وخمسين دولار وبتيجي مع العدسة 18.55 فدي انا انصح بيها اي حد مبتدئ دي طوب طوب فعلا طوب الكانون 200 دي في شوية نصيح بقى لما تشتري كاميرا جديدة شوية نصيح كده اولا ال 200 دي هتلاقي الماونت بتاع العدسة والمونت بتاع البادي بتاع الكاميرا بلاستيك يعني ايه؟ شوفوا معي كده العدسة دي الماونت بتاعها معدن في الكانون 200 دي هتلاقي الماونت بلاستيك البادي نفسه بتاع الكاميرا الماونت اللي بيركب عليه ده برضو بلاستيك فهو انت بتركب الكاميرا لازم بتركبها صح بتركب العدسة النقطة البيضة او الحمرة في الكانون هتكون اعتقد حمرة تزبطها على النقطة اللي فيه البادي وتركبها وبره راحو انت بتركبها حاجة تانية حافظ على العدسات بتاعتك سواء العدسة اللي هتيجي مع الكاميرا او لو هتشتري العدسة الخمسين ميلي لانا انصحت بيها اي مبتدئ يشتري الخمسين ميلي هات هي فتحت العدسة 1.8 اوتوفوكس هاتها اوتوفوكس واي كاميرا واي عدسة بعد كده ان شاء الله لما تشتري كاميرا احترافية اكتر وعايز تشتري عدسات لازم تشتري عدسة فيها 1.8 استابلايزر اللي هو الفي ار اللي هو مضاد للاهتزاز علشان تستمتع بالتصوير خصوصا انت مبتدئ لسه فدي نقطة مهمة جدا الفي ار لازم تتأكد من اي عدسة تشتريها ان فيها الفي ار الخمسين ميلي ما فيهاش اصلا الفي ار الفي ار فهاتها بس اوتوفوكس حاجة تانية مهمة جدا نصيحة الهود بتاع العدسة الهود بتاع العدسة هيحميلك العدسة بتاعتك انها تتخبط او تتجرح هتحميها تشوف العدسة جوه السكرين هتكون جوه فهي محمية لازم تستعمل ده في البداية وخلي بالك وانت بتصور لتخبط العدسة يمين شمال لازم تحط الهود احسد والحزام الحزام بتاع الكاميرا في كلنا او ناس كتير جدا ما بتستهون بيه ما بتستعملوش ما تصورش من غير الحزام الحزام ده هيحميلك الكاميرا انها تقع منك او انها تتخبط او انك انت تحطها على حاجة لا ايه متعلقة على صدرك استعمل الحزام حاجة تانية برضو مهم عشان تحمي العدسة بتاعتك الفلتر ده فلتر حماية شفاف خالص انا انصحكم به لازم تتركبوه في اي عدسة هتشتروها ومتستهونش به ابدا لانه مهم جدا هيحمي العدسة بتاعتك من الطراب هيحميها من الخدوش انا في اي عدسة باشتريها على طول ما بطلعش من المحل الا ويه فلتر الحماية ده معها اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا عرفتوا تاخدوا القرار في الكاميرا الصح وانصحكم بالكانون 200 دي وإلا مشتركش في القناة اشترك في القناة ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة